اشتركوا في القناة نعم مرحبا بك سيدتي ومرحبا بكل مشاهديك ومشاهداتك على انتظار بسيطة وخاصة في كل ربوع السودان وبالفعل هو بقدر أنه يوم كبير ويوم عظيم ويوم تحريض وقف فيه كل الشعب السوداني يقول بوضوح نحن نريد تقوم ديمقراطي مدني نحن نريد سلام عادل شارعي نحن نريد عدالة لنا ونسوانا نحن نريد استقرار نحن نريد تنمية هذا الشعب بكامل الواي وبكامل الصدور وبكامل الفدائية حبر عند الموعد مثاء رجالا أطفالا شيبا شبابا شابات واليوم مرة أخرى بمستخد بشبابنا الشباب الفدائي الواي الشجاع الجسور نعم ارتفعوا وارتقوا اليوم سبعة شهداء لم يكن أبدا يا سيدتي من دائم لم يكن أبدا من دائم لأن يستشهدوا هم ذخيرتنا للمستقبل هم الأمل هم الضمانة لنا اليوم والغد التالي لم يكن من دائم لهذا القتل لم يكن أبدا من دائم جميعنا قبل عدة أيام لتقدمنا لجانا المقاومة قلنا يا شنا أنت حامل شما نحن نقف معك في واجدك الدسوري عن أسل الحدود ووقفنا بصلابة في العدوان أمام العدوان الإثيوتي ولكن بعد عدة أيام يرتقوا من شبابنا النيرين شبابنا الزخر سبعة منهم طفل اليوم بالأمس طفل في بحري واليوم مرة أخرى طفل آخر في بحري فهي أهل من الدرمان لكن أنا بناتي الجرش قلي ما حدث عمره 13 سنة ومبارش 15 سنة أما العمرهم 20 و18 كلهم شباب في الجامعات مشوا بكامل الوعي عشان يقيفوا مع شعبهم بالتالي أنا حقيقة أيضا يعني لا أستطيع أن لا أعلق على ما قالوا الكفتور محمد علي من قبلي وأنا شكرا لك جدا أنك يعني بصورة واعية وبصورة حفيفة سألتني لماذا هو خرج لماذا خرج لماذا يتحدث بعض إخوتنا في الوطن المفترض أن نكون كلنا صفا للوطن مشغولون بإقفاء بعضنا البعض مشغولون بشكيمة بعضنا البعض شديدا ما سمعت الآن من بكور محمد علي الجزولي لا يشبه ونواجه أن يعتذر عني للشعب السوداني قوة شرية والتغيير قوة ثورية وطنية بتتكلم الآن بصورة واضحة على إنها بتعمل على قوة على وحدة قوة السرعة بتتكلم على إنها عائزة أصوض عملية برؤية سياسية ضد مثل الكل يتحدث عن منع المجتمع الدولي كلنا مع شوار سوداني سوداني عندما يقوم بشروطه ولكن هذا لا يقوم بالأماني عندما هو يتحدث بهذا السوء عن بعض مواطنيه كيف هيقدر يتواصل معهم بطريقته هذه وبينهجه ده بيبخر الآخرين فينا لأنه بينهجر هذا القدر من عدم احترام بعضنا البعض ومن عدم القدر على التفاهم كذلك بيان نشيب الشيوع السوداني بيان مؤلم مؤسف ماشي في نفس الطريقة كذلك البيان على إخوتنا في أمسلية العدل والنصاوة للأسف القوة كثير من القوة نشينا متحاولين نتكلم عن أساس للمواطنة المواطنة أساس لشقوق اللاجبات سيدة ماريام أيضا لأنك تتحدثين عن البيانات وبحكم موقعك سابقا كوزيرة للخارجية قبل قليل كان هناك بيان مشترك لسفارات متعددة الولايات المتحدة بريطانيا كانت أن نروج سويسرا واليابان كل هذه السفارات خرجت ببيان والحقيقة أن هذا البيان جاء بلغة وكأنه يسوي بين الأطراف جميعها بين المتظاهرين في الشارع وبين الحرية والتغيير وبين القوى التي تطالب بإسقاط الانقلاب وبين القوى العسكرية ومن يؤيدون إجراءات الخامس وراشين من جهر أكتوبر كيف تبعت ذلك وكيف يؤثر ذلك الموقف على الأوضاع المتأزمة بالفعل داخل سودان أعتقد ذا لفتة مهمة سؤال مهم منك منذ فترة درجة بعض القوى عند اهتمام بالشأن السوداني في فترة ما كانت السولاتية الترويكا بريطانيا نيرويد وأمريكا وكما تفضلت اتوسحت بيسموا نفسهم من كثرة الذين يتشابهون في التفكير إذا السودان وبالتأكيد الأوضاع في السودان أصبحت محل قلق لكثير من دول العالم وأيضا دول الأكليم من حولنا خاصة من الاتحاد الأفريقي لذلك بدأ أن تفع بعملية سياسية في محاولة أن يكون فيه الناس تصل لصيغة بمجيبة يتم استقرار في السودان وأنعلك الأستاذتي لاحظتي في بياننا بالأمس في قوة الفرنية والترير لقد قلنا بوضوح لأننا لاحظنا من فترة أنه صار في توجه واضش في المجتمع الدولي أنهم يفضلون أولوية الاستقار على الديمقراطية في كثير من البلدان ويرجعوا في تجارب بعض البلدان من حولنا إننا ناجحة في هذا الإطار لذلك في البيان بالأمس قلنا بوضوح في رسالتنا الموجهة للمجتمع الدولي أن المدخل للاستقرار في السودان لن يكون ولا يكون ولم يكون إلا عبر الديمقراطية لا مجال لاستقرار في السودان بشمولية أو بشقهم عسكري أو بشقهم أخري أي أن كانت شمولية مدنية أو شمولية عسكرية لذلك أنا بقول يعني اليوم هذا الفداء انتم مشكورين يعني نشهد والناس الغلام تماما معزولين لا نستطيع حتى نطمئن على بعضنا البعض وكل الشوارع والحاصل ما معروف لأن الاتصالات أغلقت تماما مرة أخرى للأسف النظام بكذل هذا الانتهاك الكبير لفقوق الناس بمشقط بغضره للناس إنما بغضره حتى إمكانية التواصل حتى للناس المرضى والناس اللي بكونوا متشتاجين لخدمات صشية وغيرها إن قطعنا تماما لفترة تزيد عن العشر ساعات نحن عنين معكم منذ الصباح في هذه المشكلة سيدة مريم أنا أتمنى هذه الفكرة أنا أتمنى لك هذه الفكرة بالتالي أنا أقول بوضوح أنتم فجلتم معنا شقي الحضور الوطني الجماهيري العريض أن يتكلم بوضوح ويطالب بوضوح بأنه يجب أن يكون الشكم المقراطي ندلي يجب أن يكون الجيش مكانه الوهنية ومكانه في الشفاعز على مكتسبات البلد ولا مجال للتراجل عن هذا الأمر بالتالي نشرق كقوة سياسية المفترض فينا أن نتفق لمثل هذه القدائية ولمثل هذا الحكور الوطني بقدر من الوعي وبقدر من الاشكرام لبعضهم البعض وبالتالي يعني الخطابات البدور هذه أصبحت إلى نفسها مدخل للمشكلة والفوضى بين الشعب مضرف واضح في في مريم أنا فعلا أشكر لك أنك أتيت على هذه النقطة أشكر لك بشكل صدق أنك أتيت على هذه النقطة نقطة أن يعني يكون هناك صدق بينكم وبين بعضكم وأن تكون هناك احترام لتلك الرغبة الشعبية الأصيلة وهذا يدفعني لسؤالك عن تصريحات رئيس بعثة اليونيتامس التي جاءت فقط بالأمس والتي قال فيها إن محادثات المجلس المركزي الحرية والتغيير والعسكر وصلت لاتفاق بنحو 80% وإن الخلاف الرئيس بين الطرفين ينحصر في بقاء العسكر بمؤسسات الدولة سألت سيد وجدي صلح قبل قليل نفى تماما أن تكون هناك أيها محادثات وأريد منك بحديثك عن الصدقية هل هناك محادثات بينكم بالفعل الحديقة أنه كان هناك قطيع كاملة ترضى من العسكرين لأنهم قالوا بوضوح اتهموا المدنيين بصورة واضحة وقالوا مشكلة المدنيين ولكن منذ فترة بدت نوع من الكفالات الغير رفسية تكملت مؤخرة بالوفاة السعودية الأمريكية باتصال مباشر أو لقاء مباشر مع دين قول فرية والتغيير والعسكريين هذه من اللحظة الأولى تحدثنا فيها يا سيدتي بوجود أنه أي عملية سياسية ما لم تنبني على النباقية والشفافية أتك بأفضل السلول فلن يكتب لها النجاح ومدينا تجربة سابقة وواضحة وحاسمة وهي تجربة اتفاق حمدوك البرهام والسيد دكتور حمدوك كان عنده شعبية كبيرة جدا وثقة شعبية كبيرة جدا ولكن النحظة التي افتكر إنه ويمكن أن يتطرخ بعيدا عن ربطة الجماهير أو عن علم الجماهير إعلام بما يدور أنت تقولين أنكم بالفعل جلستم في اتصال بين الحرية والتغيير والعسكريين ولكنكم قلتم في هذا الاتصال اسمحي لي قلتم في هذا الاتصال أن أي عملية سياسية يجب أن تقوم على الشفافية من الذي حضر هذا الاتفاق أو من الذي حضر هذا اللقاء ومن الذي ينبني على هذا اللقاء لا لا جدا أنا أنا أتأكد من ذلك الفكرة يا سيدتي عشان نكون مابشين يعني حكم اللقاء في يوم في أوائل هذا الشهر فكر قبل 3 أسابيع تقريبا واللقاء يعني شضروه من قوة الشرير التغير من المكتب التنفيلي أنا شخصية كنت في براثل ولكن يعني على اطلاع بما دار أهم شيء وانفقنا عليهم إنه هذه العملية يجب أن تكون بشفافية وبمضاقية مع القوة الثورية كلها ونحن في قوة الشرية والتغير لا نوثر كل القوة الثورية نحن عزو منها لذلك عكفنا على التواصل معها تواصل مباشر تواصل غير مباشر لإطلاعهم على هذا الأمر في المساطة تم تعيين شخصين شخص ممثل لقوة الشرية الطرير وهو الأستاذ طبعا وشخص ممثل للعسكرين وهو الفريق شمس الثورية تحدثوا عن هذا ما أعلم يعني بصورة فيها ركامل المزاقية والشفافية تحدثوا عن إطار عام سياسي لتكون هناك عملية يشارك فيها الزني بالتالي نحن تحدث عن إطار شامل وحتى هذا الأمر هناك لا تزال قضايا حقيقية عالقة لأن العسكريين بنتلقوا من أربع نقاط بنتلقوا على أساسية ومشهورية الشراسة ما بين المدنيين والعسكريين الأولا وثانيا بتحدثوا عن شمو كل الناس لكل القضايا في مرشلة واحدة وثالثا بيتحدثوا عن أن يكون الأمر عبر الآلية الثورة فيها على أن تكون في محل التفهيل والأخيرة إنه بتكلمه عن سيادة القرار الوطني بالمجبلا الاثنين الأخيرين اللي هم سيادة القرار الوطني والآلية السراحية تكون محل التفهيل هذه لا خلافة عليها مع دين الطرفين ولكن القرار الوطني للأوائل هو محل بشف أفاهي خاصة القضية الأولى مسألة إعادة الشراحة كما هي نحن كطور في الريل تغيير تحدثنا بالوضوح عن الشراحة التي كانت شراحة مضرة للشعب السوداني مضرة للجيش السوداني مضرة للحياء السياسية السودانية مضرة الاستقرام البلاد بالتالي نحن لا نتحدث من باب عدم الاعتبار للجيش السوداني ولكن من باب الاشتراع للجيش السوداني أن يظل في مكانه جيش يقوم بأدواره بالسورية لذلك هناك في الحديثة طبايا لا تزال بالصورة كبيرة أريد أن أستبقيقي في هذه النقطة سيدة مريم أريد أن أستبقيقي فقط في هذه النقطة دقيقة واحدة لأن الصور المعروضة الآن على الشاشة هي صور لضحايا اليوم من التظاهرات وهي الصور التي تظهر لحظة إصابة أحد المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن السودانية نرى عليه بشكل مباشر في شرع الستين بالخرطوم هذه الصور وردتنا الآن لحظة إصابة أحد المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن السودانية نرى عليه بشكل مباشر في شرع الستين بالخرطوم وهي ما نعرضها لكم الآن على الشاشة لا أعرف إن كنت تتبعين الشاشة سيدة مريم صادق المهدي ولكننا عرضنا الآن صورا وصلتنا للحظة إصابة أحد المتظاهرين مباشرة بطلق ناريا في الرأس من شارع الستين اليوم في تظاهرات الخميس الثلاثين من يونيو وأعود بك إلى ما كنت تتحدثين عنه قبل قليل عن ذلك الاجتماع وما فهمته منك أنه تم التسمية سيد طه عثمان عن الحرية والتغيير وسيد شمس الدين الكباشي وترحت أربعة نقاط أبرز نقطة من جانب العسكريين كانت هي إعادة الشراكة وكنت تتحدثين بشأن ذلك وإذا أعرف منك مصير هذه النقطة ماذا كان ردكم عليهم في مسألة إعادة الشراكة أهلا بيقولوا يا كاتل الروح من الله وين بتروح حديدة بي اليوم ده نعم في هذه التفرفات وما بتخلق غير التغاضل وغير الألم وبتزيل التباعد والتباعد ما دينا فحديدة يعني الحاجات كلها لا داهبها نحن نافقين على ثورة بوعي مطالب واضحة مطالب فيها اشترام متبادل اشترام لجيشنا اشترام لقواتنا النظامية دايرين ما هتقول بواجبة عشان الحكم ينفرش عشان كل الشعب السوداني يجب مكانه بالتالي حديدة يعني كان واجب يكون يوم للتحرير يوم للاشتفاء بالقيم البتجمع بيناتنا والاشترام المواطنة بيناتنا أنا يعني سيدتي كنت اتكلمت معاك في الموضوع بوضوح اننا عندنا رأي واضح من اجل صلاح العملية الفياسية في السودان من اجل استقرار الحكوم في السودان ومن اجل صلاح الجيش السودان يكون يشوهني ويكون بيدوره يشرك حدود لاسعة سياسية مرتوحة كما شاهدت في الشركة الفشدة غير في الغريب كذلك غير في الشمال في الجنوب كلها شدودة مفتوحة لشنا مشتاقين لجيش قوي متماسك مدرب نهني بالتالي فالشراكة التي تمت في الفترة الماضية في الفترة الاولى من الفترة الانتقالية شراكة تثبت انها مضرة للجيش نفسه والضغط والرب مضرة للشهر السياسية مضرة لانه كذريب الجيش يقوم على التعليمات ويدير القتل بالنهنية بالتالي تشتاج لانضباط عالي في التعليمات بصورة هرمية الأمور عندهم أبيض الأسوات ومسأل حاسم ونائدة ده أي من الجيش في الدنيا لازم يكونوا تدريبه إدارة الشهر السياسية تختلف كمانا بدير التناقضات كلنا بينش في مختلف أنواع الرمادي خاصة بعد فترات طويلة من الشقم الشمولي مع انهيار الخدمة المدنية مع وجود فساد مع وجود تمكن لنظام مازال متغل غيروماسيك في مفاصل الدولة مع مشاكل اقتفاضية حقيقية مع مشاكل أمنية محتاجين لإدارة الدولة فيها قدر عالي من القدرة على التعامل مع التعادلات والمتغيرات الجيش مع كل الدور المجل الزمدية لأخذ حاجة من الأشياء الزمد يدرب عليها لذلك يعادة شكل الشراكة يعادة شكل الشراكة بالصورة التي كانت في السابق ضمن بالوضوح لا تجدي لا تجدي لذلك دي واحد من المنطباية الفيحة لها رؤى متبينة بسورة واضحة لذلك أنا استغربت جدا وأستغرب إنه شخص يعني عنده خبرة وشخص أكاديمي وشخص يعني طرف ثالث ما منحز إيها من قول يكون التوذكر بولكر من أين له أن يقول إنه في 80% وغير أنت تقولين عدد شكل الشراكة لما كان سابقا غير ممكن نظرا المعطيات التي تحدثت عنها ولكن ما الذي طرحتموه كبديل لتلك الرؤية التي يطرحها الجانب العسكري ما هو شكل الشراكة التي ربما تساهم في تحقيق الهدف الذي تحدثت عن إدارة الدولة وحماية الحدود والعبور من هذه المرحلة المتأزمة أيها أنشنا أنشنا لم نعرض حتى ما دخلنا في القضايا أنشنا تحدثنا عن الإطار العام لعملية سياسية عملية سياسية قلنا فيها يجب أن تكون ممرحلة ونقصد بأن تكون ممرحلة لأنها بتتناول ثلاثة أهداف أساسية الأهداف الأول هو إنهاء الإنجلاب ولا يستقيم ولا يمكن أنه يقوم في أي إصلاح وأي استقرار في السبان بدون الاعتراف بأن هناك إنجلاب والعمل لا ينهاء هذا أولا وهو هكذا الأمر يتحدث في هذا الأمر السيدة المرهان رئيس المجلس السيادي قبل فترة وقبل أدلة من الأسبوع تحدث بالوضوح عن إنهاء الإنجلاب إذن هذه خطوة أولى الأفاسية والهدف الأول الهدف الطالي هو التوافق وإيجاة شرائية أو عفوا وضعية مرجعية داختورية جديدة الناس يتوافقوا عليها تخاطب تنفية تكوين الحكومة وغيرها ودور الجيش في الحقيقة العامة والقضايا والهدف الثالث هو الإصلاح للفترة الانتقالية برمتها بشيء لاستعاد المسار الديمقراطي المدني ويصلح الفترة الانتقالية بتدير بتصير بالانتقالية في نسخة الثلاث أهداف تكلمني أنه عشان نقدر نستفيد من الزمن بصورة فعالة ولكي يكون هناك الشمول لكل أطراف الأطراف السودانية لأنه لا يمكن أن تنجح الفترة الانتقالية المعقدة جدا والمتداخلة جدا والمطلوب منه هذا ثمن خطير جدا أن تقول بالعديد من المهارة لا يمكن أن تكون مرتفعة فقط على القاعدة الثانية الفترة الأولى أريد أن أستفسر منك سيدة ماريا مصادقة المهدي وأنت تقولين أن أهم تم ترحو هو ضرورة إنهاء الانقلاب ما هو الشكل الذي من المفترض أن يتم الاتفاق عليه لإنهاء الانقلاب هل يعلن الجانب العسكري أن ما حدث في الخامس والعشرين كان انقلابا وتعود الشراكة إلى نقطة الخامس والعشرين من شهر أكتوبر السابق أم أنت تقصدين شيء آخر نعم الانقلاب والانقلاب الذي وقع فيهم 25 سألتك عن شكل إنهاء الانقلاب سألتك عن شكل إنهاء ذلك الانقلاب هل بإعلان الجانب العسكري أن ما حدث بمسألة مهمة بمسألة مهمة سألتك المراشب الثلاثة أهمية أهمية في القضايا أهمية في الزمن الأول والثاني والثالث لكن كله محكوم بفترة زمنية محددة لا تتجاوز مع دين 6 لـ 8 أسابيع المهمة جدا فيها أن تشمل ويوسأ القاعدة بتاع تدعم للفترة الانتقالية بصورة تتجاوز القاعدة الضيقة التي كانت في فترة الانتقالية الأولى بالقال ماذا نحضر عن ضوط التنسية ليشمل الأطراف السودانية بالطبع إلا المؤتمر الوطني والتسبب في كل العملية دي والأطراف التي كانت معا بوطور أساسية لذلك هي مش نحن بنتحدث عن وضع إطار مفاهيم عام وضع مفاهيم عام نحن بالنسبة لنا في طول شرية والثاني همنا بتفصيل ما نعليه وهذا التوفيل متقبل له وقدمناه لمختلف هو ثورة ومختلف الناس الأنشنا من الفكتر يجب أن نسميهم شركاء الوطن يعني الآن بنتحدث عن نوعين الآن الشرية والثاني بتتسلم عن إنها عائدة وفق نفسها بش يستعمل جبهة مدنية شعبية عريضة لنقل إنهاء الانقلاب وتحقيق الهداف التي تتسلمنا عنها وبتتسلم أيضا على مجموعة أخرى يسميهم شركاء الوطن تحميزا للمواطنة واشتراما لرعضنا ببتالي في انفتاح شكل مختلف ما يدور هو وبإطار مفاهيم عام لا يمكن يا كيدتي نبدأ في قوة الفضلية والتغيير إننا بنحل محل الآخرين أو إننا بنعمل على إخفاء الآخرين أو إننا ما نقوم بقيم صنائيا مع البيحة الآخرية هو خلاص ما يجب أن يمضي عليه الآخرين سيدة مريم أنتم حضرتم هذا الاجتماع أو ذلك الاجتماع عقد قبل أسبوعين من الآن اليوم الخميس الثلاثين من يونيو الخميس السابق الخميس الذي يسبقه ما هو الأفق الزمني للخروج في العلن بهذه المخرجات التي تتحدثين عنها يصعب يصعب جدا يا سيدتي أتحدثيك للأفق الزمني وأتحدثيك لهذه الأشياء خاصة بعد ما حدث اليوم من قتل غير مبرر من غرف غير مبرر من اعتباء على الشعب السوداني أعزل النبيل الكريم وهو بطالب المطالب حديثا لذلك نحن من الأول بنتكلم بها في مامة الأيام العمل الثوري والشراك الثوري هو الأساس والمستقر الذي تقوم عليه كل أي عملية للإستقرار في السودان ولي لإيجاد عملية فترة انتقالية ثابتة تمون بمهام عشان تصل لانتخابات سورة نزيدة عادلة هذا الشراك الثوري هو المتكأ الأساس هو أولا شيء الضمان لأنه يتم تنفي ما يمضي فيه ما يتوافق عليه الأطراف السودانية هو الحارف لأنه لا يحصل الشراك ولا يحصل اختبار ولا يحصل شرعا للإنجلاب بالتالي هو لذو أساس المتكأ أساس لما يتم التعامل كذلك نقول اليوم بمشكلة كبيرة جدا جدا و يعني للأسف بتخلي الواجهة والمضاربة والكذاب في الوطن هو الأساس لذلك حقيقة نقول بيطور واضحة العشكريين ومعهم الإنجلابين بيتخمل وزر حديد لأنه بيرمل على إنه مصارح البلد وتأخير إنه الناس ينبغوا لفترة انتقالية بين هذه الأبعال التي لا معنى لها وضحت شعب السوداني له الآن عشرات الشهور يتكلم بوضوح عن ما يريده واذا انتفجرت صورة ديسمبر 2018 بيكون بيكون إنه المؤسس من هذه المناظر في يوم الجميع كله أعلم بوضوح مساراته وين ستتوضع السيمية التعاطة والانتزام بالسيمية الصيقية الكلام ما بين كل المنونين السيمية وشراسة عدم الإنفلاعات وغيره هم القيمين على هذه المعاني وضحت الفكرة سيدة مريم صادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية سابقة والمتحدثة باسم الحرية والتغيير شكرا جزيلا لك